أستاذ حكمك نعم أبو علي الغالي يا رب نعم حسب مؤشرات عالمية العراق كان الأول بإنتاج التمر خاصة ممكن نقدر نقول قبل عام 1908 نعم العراق الآن بعد السعودية وبعد إيران وبعد مصر نعم ويمكن حتى الإمارات تفوقت علينا والجزائر نعم نحن تقريباً السادس على العالم بلد معروف بين تمر والنخلة ليه صار السادس أو الخامس ليش ما يرجع أول تمام خلال السؤال هذا صحيح؟ اي احنا هسا جسير عدنا جسير عدنا يعني إن شاء الله قلت لك اللي هسا هندي عشق كمنطقتي كمنطقة الراجدية وهنا نعاني منها من عندها كطعمة كبرى هنا شن المعانات؟ اه شن المعانات هسا انت جيت ودخلت وشفت بالمنطقة الراجدية احنا قبل ماكو بيت بستان هاي ماكو بيوت هسا هالبيوت في كل هالأراضي قامت تقطع هي ونخيلها وهروشها يسوونها بيوت أراضي سكانية هاي قاعدت قلعدنا هاي وحدة هاي مو مخالف القانون؟ حجي هي مخالف القانون بس قول ليه وين قانون التطبيق؟ احنا نريد تطبيق احنا نريد يعني فتشي هسا يطبق يعني القانون يكون يطبق على هاي هاي الناس يعني اللي قاعد قصة يعني دا يجي كوا قريب دا يجي دا يشتغل خلنقول احنا مثل ما يقول نسميهم دلالين اشتراها مثل ما يقول خمس دواني مثل ما يقول بمئة مليون زين خلينا ناخده من غير واضع نعم ابو صاحب البستان شن الجابرة يبقى على نخل ما مدعوم حكومي ويخسر بي خبني قطع هاراضي بها هو عنده امو دا وصل لك يعني اليوم السبب أيضا من الجهة الحكومة ومسؤول عنده وصل لك الفكرة هاي عنده وصل لك هاي لان قامت احنا عندنا البستان ما تجاوب ما تجاوب يقول لك انا هستا يجيني مثل ما يقول مئة مليون او مئتين مليون او خمسمئة مليون اروح اسوي بيها مشروع استثماري انا ما مستفد معتها انا بالسنة على هالامرار وتيت شغل وتيت مكافحة وتيت جراد وتيت تكريب وتيت طلع وصخ هاي كلها معانات وديت كيمياوي وتودي للسوق السوق يعني تعباني يعني قلت لك احنا الاسعار ماتة كل اشتعبانة ماكو عليه سحب فش يسوي ينجبر غير الزهدي شكو هنا عندك زهدي عندك الخستاوي عندك الاسمه كالوان عندك الاسطعمران اللي هسا اطعتكم من عنده صحيح ما شاء الله وعندك الخيارة عندك التبرزل عندك الخضراوي ضكتو طيب مصورين تمام الحمدالله عندك نوعيات يعني اوز طيب كراجدية اللي يكثر بها هو الزهدي اوز نطيته ايه اسمه اسطعمران اسطعمران ايه اوز ماكو وضلت واحدة بيدي عندي هاتي خلينا نشوف والله اريد اسطعمران اغلاهن اه اسطعمران بلف وربع حاليا اه اه اسطعمران اه بلف وربع اه بس هاي السنة زيانة بس العام كان سبعمائة دينار وان شاء الله حتى نظيف اه اه حياتي مرنجا